نورامية على مضامين الخطاب الملكي فإنه خطاب شمولي يهم مختلف الجهات والقطاعات من خلال البرامج والأوراش الكبرى التي غيرت وستغير من المستوى المعيش للساكنة سواء بالمدن أو القرى نوها بمشروع الكبير ومشروع النور الذي تحتضنه مدينة ورززت الذي سيعطيه وجه الآخر لمدينة ورززت الخطاب الملكي الذي استمعنا له اليوم كان خطاب تحمل وحد العدد الإشارات قوية وتعطينا خطوط عريضة للمصار الاقتصادي والتنموي والاجتماعي وقد تطرق الخطاب الملكي للجهود التي يقوم بها المغرب لبلورة رؤية تنموية وإصلاحية في العديد من المجالات خاصة في العشرية الأخيرة وعطى وحد ندرش مولية على المنجزات الاقتصادية التي تعطيه واحدة تقع في المستثمرين والشباب وكتبين بخارجة الطريق الكبيرة تطرقها إلى الأوراش الكبرى لحفاظ على كرامة المغربي وأيضا تنمية تأهيل العنصر البشري فيما يخص الأوراش المبادرة الوطنية الإنخراط الواسع لإنجاز هذه الأوراش الكبرى هو ترجمة للإرادة الملكية لجعل المغرب يسير وفق المصر المحدد له أيضا نوها بالمخطط الأخضر نوها أيضا باليوتس للصيد البحري وشجع الاستثمارات المتعلقة بالجالية المغربية كما أشار خطاب جلالة الملكة أيضا إلى إصلاح من ضمة القضاء يتعلق الأمر أيضا بإصلاح المجلس على السلطة القضائية هذا الإصلاح العميق يرم كذلك دعم وتقوية القطاع السياحي الذي يعد أحد الأضلع المشكلة للاقتصادي الوطني الخطاب الملكي ركز على مجموعة الميادين اللي واخد القاطرة دي للاقتصاد المغربي ومبين الميادين هو القطاع السياحي اللي تركز عليه بزاف قطاع صناعة تقليدية اللي تنتمي وليه كما دعا جلالة سوفي خطابه الكريم الحكومة والشعب المغربي إلى المزيد من العمل والجهد الدؤوب والتعاون المشارك الذي يرقى إلى مستوى تطلبات وتقاط صاحب الجلالة إذن خطاب ملكي يحمل عدة إشارات قوية لرسم المصاري الاقتصادي والتنموي والاجتماعي لمغرب اليوم ومغرب اليوم